أكد الأمين العام للجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أن دور مصر واضح في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وأن محاولة رئيس حكومة دولة الاحتلال إطلاق الاتهامات ضد مصر ليست سوى قنابل دخان يطلقها لتخطية على رغبته في إطالة أمد الحرب لحسابات سياسية وشخصية هذا وقد أكد أبو الغيت أن الحجج الإسرائيلية صارت تمكشوفة وأن نتنياهو لا يرغب في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وقد بات شعبه وعيا بهذه الحقيقة وأضاف أبو الغيت رفض وجود القوات الإسرائيلية في محور فلاديلفيا أنه يعد موقف مصري واضح مدعوم عربيا ويتأسس على رفض إعادة فرض الاحتلال على قطاع غزة وأهله كما أن له حجية قانونية وسياسية وإسرائيل بمواقفها الأخيرة لسيما ما يطلقه نتنياهو من أكاذيب تخاطر بخسارة الدور المصري المحوري في المنطقة هذا وجدد أبو الغيت الدعوة لجميع الأطراف الدولية لممارسة الضغوط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن إنقاذا للأرواح وإبعادا لشبح التصعيد الإقليمي الخطير ترجمة نانسي قنقر